مشروع مربح جدا للشباب برقس مال بسيط اي حد ممكن يشتغل فيه وهو ده الوقت المناسب للعمل في المشروع ده حضرتك هتبيع منتج ليمكن الاستغناء عنه كل الناس بتستخدم المنتج ده وهقولك ليه السبب ان هو ده الوقت المناسب للعمل في المشروع ده تابع معا الفيديو ده للاخر عشان تقف كل تفاصيل المشروع ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اهلا بكم في فيديو جديد ومشروع جديد على قناة اضحات مشروع النهاردة مشروع مربح جدا للشباب مشروع كواس جدا اي حد ممكن يشتغل فيه المنتج اللي حضرتك هتبيعه منتج مطلوب طول السنة بس الايام دي بيبقى عليه ضغط كبير جدا قبل من قبل من اقول فكرة مشروع النهاردة احب افكرك لو لسه مشتوقتش في القناة شرافت واشترك في القناة وفعل زر الجراز على الكل علشان يوصل لك كل جديد اضغط لايكل لو عجبك الفيديو وكتب لات عليه لو عندك اقتصف السلح عن مشروع النهاردة مشروع النهاردة يا جماعة كده باختصار بدون اطالة في الكلام هو مشروع محل لبيع الالبان و الجبن و الزبادي مشروع كواس جدا الناردة هنقول كل التفاصيل والمعلومات عشان تبدأ تشتغل في محل البيع اللبن و الجبن و الزبادي مشروع كواس جدا ومشاء الله ليه بقول لك الايام دي المشروع ده كويس او ليه ليه المفروض المشروع ده يتفتح الايام دي? اول حاجة عشان نحضرتك داخلين على رمضان فالمنتجات دي تتباع بكسرة كبيرة في رمضان بكميات كبيرة جدا. هو مشروع شغال طول السنة بس بيتباع في رمضان بكميات كبيرة جدا. فده يبقى يعتبر زي نظام تسويق لك ويتعرف الناس كلها اللي المحل ده بيبيع البان وجبن وزبادي. مشروع كويس جدا. بس الفترة دي هي الفترة المفروض المشروع ده يتفتح فيها. مشروع ناجح جدا وكويس جدا. ما فيش حد يقدر يستغنى عن المنتجات اللي انت بتباعها. اول حاجة عشان تبدأ تشتغل في المشروع ده بتشوف المنطقة اللي انت هتفتح فيها. موقع المشروع هو اهم عامل من نجاح المشروع. بتشوف المنطقة اللي انت هتفتح فيها. والمنطقة لازم ان تكون في منطقة حيوية. منطقة سكنية. منطقة مزدحمة بالسكان. هو ده المكان المناسب لفتح المشروع فيه. بعد كده بتشوف مساحة المحل اللي انت هتبدأ تشتغل فيه. والمحل اللي لازم اقل مساحة له تلاتين متر. ليه المحل تلاتين متر? انا شايف ان المحل تلاتين متر مساحة كبيرة. عشان المعدات والماكينات اللي انت هتحتاجها فيه المشروع معدات كبيرة وحجمها كبيرة. فلازم المحل اقل مساحة تلاتين متر من تلاتين متر لعبعين خمسين حسب المحل اللي متوفع عندك. بس ما بيقلش عن تلاتين متر. بعد كده بتشوف الترخيص المطلوبة والترخيص اللي هي ايه? السجل التجاي والبطاقة الضوابية وترخيص بالمشروع دي الترخيص اللي هي بتحتاجها في كل مشروع بعد كده بتشوف المعدات اللي انت هتبدأ تشتغل فيها بس فيه معلومة احابي بقولك عليها لو حضرتك المحل اللي مفهوش مية بتوصله مية عشان المية من ضمن الاساسيات اللي هتحتاجها في المحل وكمان بتعمل ليفطة بتعرف في الناس انت بتبيع منتجات ايه? بعد كده تشوف كامل الحاجة بتجيبها في المحل سعرها يبدأ من 50000000 جنيه هقولك دلوقتي على اماكن بيها الحاجات اللي انا هقولك عليها دلوقتي ده كلها بعد كده بتشوف المبرد والمبرد ده بيبقى وظفته ايه او لازمته ايه المبرد ده بيبقى بيعملك عملية تقليب للبن طب بيعملك تقليب للبن ليه عشان اللبن ما يتكونش عليه طبقة زي طبقة البكتيريا او بالمعنى البلدي ان هو اللبن يبقى لبن رايب لبن يبوز فحتة المبرد دي بيحفظ لك اللبن على درجة حرارة ثابتة وكمان بيعملك حكاية تقليب بيعملك تقليب ليه اللبن عشان يمنع تكون البكتيريا على اللبن ده طب المبرد ده بيتباع ازاي المبرد ده بيبقى حسب الساعة يعني فيه مبرد 100 كيلو وفيه مبرد 150 كيلو وفيه مبرد 250 كيلو بتشوف المناسب لك ممكن تبدأ في المشروع بالمبرد اللي هو 100 كيلو لو حضرتك لسه مبتدئ في المشروع طب المبرد اللي هو 100 كيلو ده سعره كان سعره 5500 جنيه والمبرد اللي هو 150 كيلو وسعره 6000 جنيه والمبرد اللي هو 250 كيلو سعره 8000 جنيه دي اسعار المبردات يبقى اول حاجة تحتاجها اللي هي تلاجة العرض واسعار تلاجة العرض من 5000 ونص ل8000 حسب المقاس اللي انت هتجيبه تانية حاجة اللي هو المبرد تمام بعد كده بتشوف اللي هو دي الحاجات اللي هي مطلوبة اللي انت هتبدأ تبيع فيها يعني تلجة العرض دي هتبيع فيها الجبن والمبارد ده عشان تبيع للناس الألبان طب بالنسبة للزبادي بالنسبة للزبادي دي بقى الزبادي ليها مراحل عشان تتصنع حدودك مش هتجيب زبادي جاهزة واتباح لا انت هتبدأ تصنع الزبادي في المحل الخاص بيك وعشان الزبادي تصنع بيعدي على 3 مراحل أول مرحلة اسمها مرحلة الغليان ومرحلة الغليان دي بتبقى محتاجة ايه؟ تبقى محتاجة وعاء كبير والوعاء ده بتحط فيه اللبن وتحت الوعاء ده بيبقى فيه شعلة وأنبوبة غاز يعني حدودك تحتاج أنبوبة غاز وهتحتاج شعلة وهتحتاج وعاء كبيرة عشان تسخن فيه اللبن بعد ما اللبن بيوصل مرحلة الغليان بتعمل ايه؟ بتعبئ اللبن ده في علب وبعد كده بتحطه في تاني مرحلة اللي هي مرحلة الحضانة والحضانة دي اللي هي ايه؟ بتحفظ لك اللبن تحت درجة حرارة 60 درجة دي بتخليلك اللبن بتنزلك درجة الحرارة من مرحلة الغلايان اللي هي درجة الغلايان الى درجة 60 درجة وبتحفظها لك على درجة 60 درجة بعد ما بتحطها في الحضانة طب الحضانة دي سعرها كام؟ سعرها بيبدأ من 5000 جنيه حسب الحجم اللي انت تحتاجه برضه طيب بعد ما حطتها في الحضانة حطت الزبادي علب الزبادي في الحضانة تعمل ايه؟ بتطلع علب الزبادي دي وبتحطها في التلاجة وبتبدأ تتبع له مدة 3 ايام ومدة صلاحية بتاعتها 3 ايام مدة صلاحية الزبادي الطبيعي 3 ايام مش عليها مواد حفظة تمام؟ دي بالنسبة لصناعة الزبادي قلنا اول حاجة مرحلة الغلايان تاني حاجة الحضانة والحضانة سعرها بيبدأ من 5000 جنيه حسب السعة حسب السعة وحسب الحجم اللي انت محتاجه بعد كده اللي هو مرحلة التلاجة تمام؟ اه طبعا اجيب الحاجات دي منين اللي هي الحضانة والتلاجة وكمان تلاجات العرض والمبارد اجيب الحاجات دي منين من المهندس احمد صابري هسيب لك رقم تلوفونه دلوقتي وكمان انا كاتب لك مدونة مكتوب فيها كل المعلومات ديت وكل جميع المعلومات اللي هتحتاجها بحيس ان انت عايز تراجحها بعد ما بتخلص الفيديو هتلاقي رابط المدونة اسفل الفيديو تمام؟ بعد كده بتحتاج ايه؟ بتحتاج ميزان الكتروني ميزان الكتروني عشان مسلا لو حد اه احتاج منك حاجة بتوزن له بتبدأ تبيع عليه ميزان الكتروني اللي هو الصغير اللي هو العشرة كيلو او الخمسة كيلو بعد كده بتحتاج ايه؟ بتحتاج اطباق فويل عشان تبيع فيها الجبن بعد كده بتحتاج علب بلاستيك اللي انت هتعمل فيها الزبادي بعد كده تحتاج اكياس للتعبئة اللي انت تعبي فيها المنتجات والاكياس يفضل يكون مكتوب عليها اسم المحل وارقام التلفونات بتاعت المحل طبعا في حتة نسيت اقولها لك بالنسبة لمرحلة تصنيع الزبادي تصنيع الزبادي لازم ان يبقى فيه صنايعي هو المسؤول عن حتة تصنيع الزبادي يعني مينفعش انت لتصنيع الزبادي انت حضرتك لسه مبتدئ في المشروع ما ينفعش ان انت تشتغل في حتة تصنيع الزبادي بيبقى فيه صنايع والصنايع دي عشان اجيبه وبتجيبه منين؟ بتدخل على موقع اليكس طبعا موقع اليكس كلنا عارفينه بتدخل على موقع اليكس وبتكتب محتاج صنايعي لتصنيع الزبادي الصنايع بيجي لك وبيبدأ يصنع لك الزبادي بكل سهولة حيب انت هتحتاج اول حاجة عامل عندك او عملين واحد بيصنع الزبادي واحد التاني مسؤول عن النظام اللي هو المبيعات والكلام ده كله تمام? بعد كده بتحتاج ايه? بعد كده بتحتاج المواد الخامة والمواد الخامة اللي احنا هنحتاجها هي ايه? هي الالبان والجبن الجبن طبعا حضرتك عشان تصنع الجبن مش هتعاف تصنع جميع الانواع فبتعمل ايه بتوحل تاجي جملة الجملة بتاع الجبن وبتشتري منه مجموعة او تشكيلة من الجبن بجميع انواع الجبن بحيث اللي انت يبقى عندك كل انواع الجبن موجودة عندك في المحل دي بالنسبة للجبن اما بالنسبة للبن بتتفق مع اي مزرعة بيجيب لك اللبن كل يوم الصبح هو المزارع بتورضلك اللبن انت بتتصل عليهم بتعرفهم مكانك هم بيجيبوا لك اللبن لحد عندك بتتصل عليهم وهما بيجيبوا لك لبن لحد عندك وبتيضلهم ثمن المواصلات وتمن اللبن طبعا بالنسبة للبن بتجيبه من المزارع دي المواد الخامن انت هتبدأ تحتاجها في المشروع بعد كده في ملاحظات لازم ان تاخد بالك منها اهم حاجة اهم حاجة حتة النظافة انا قلت في فيديوهات كلها اللي هي خاصة بالمأكلات اهم حاجة فيه نجاح مشروع خاص بالاكل او المشروبات هو النظافة النظافة مهمة جدا في المشروع حافظ على نظافة المكان وحافظ على المعاملة الحسنة مع الزباين تمام اه في عندك بضو في حاجة ما تنسهاش اللي هي الاعلانات الوراقية بتوزع اعلاناتها في المنطقة اللي انت فيها والمناطق اللي حواليك بتعرف الناس اللي فيه محل بيبيع ألبان وجبن و déplاة دي في المنطقة تمام دا كان فكرة مشروع النهاردة فكرة جميلة جدا المشروع وكويس جدا برضو اسأل وابحس قبل ما تشتغل اسأل اسأل الناس هل فعل المشروعة دا كويس في منطقتك ولا لا هل المنطقة اللي انت فيها فعلا تشجع المشروع دا ولا لا ابحث على جوجل وابحث على اليوتيوب هل فعلا المشروع ده مربح ولا لا لقية المشروع شغال ابدأ وتوكل على الله ده كان فيديو النهاردة اشوفكم في فيديو جديد على قناة رضا حاتم والسلام عليكم ورحمة الله وابركاته اشتركوا في القناة